المرحلة الثالثة للحجاج الجاديين هي صعيد مينان بعد ان تجاوز المدينة ومكة هاهم اليوم حطوا بمشعر مينان وهي المرحلة الثالثة من رحلتهم الدينية قبل اكمال المسار بالمرحلة الرابعة وهي الوقوف بعرفة يوم قدن السبت التاسع من شهر اللاهز الحجة والذي يصادف العاشر من اغسطس اب الجاري التفويق من مكة الى مينان اكتمل بحيث ان جميع الحجاج الان متواجدين في مخيم مينان لتلقي الدروس والارشادات وتلاوة القرآن والازكار قبل التوجه الى صعيد عرفة وهو الرقم الرابع من اركان الحجة ثم يعودون الى مينان لاكمال ايام التشريق ومن ثم عودتهم الى مكة لطواف الافاضة وبذلك تكتمل مناسك الحجة للحج والمعتمر وننوه بانه قد فارق الحياة اثنين من الحجاج الكاديين احدهم توفي يوم امس بمكة والثاني توفي اليوم بصعيد مينان بعد مرض قصير داعين الله ان يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة